وفاضى البيت فالكوات الخاصة نزلوا من المنطقة المسمى البدود من بدايتها من فوق فالشباب الله يحماهم اكتشفوا الكوات الخاصة وطلعوا من البيت وهم وجه لوجه من مسافة سفر وتم طلاق النار والاشتباك معهم والشباب هربوا عجهة آخر المخيم وتعزيزات كبيرة حوالينا المخيم عكل مداخل المخيم لأول مرة من الشهادة من الانتفاضة تعزيزات كبيرة عكل المداخل حتى بالخطط العسكرية ما بزبط أو الاستراتيجية ما بزبط يجعوا عكل المداخل فكان شبيه بالاشتياح الكامل فيش تحركات إسعافات صعبة كانت توصل للمصابين في شاب تصاوب آخر المخيم يعني بعيد عن الحدث بكتير فتصاوبوا وتغلبوا غلب كبير عبل ما وصل الإسعاف حتى مناعوا من أكتر من جهة من المخيم عبل ما الإسعاف وصل لعنده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر